منكمل معاكم فاكراتنا وزي ما قلنا في البداية نهاردة معنا فاكرة خاصة جدا عن الكتب وجديد في الكتب وهنتكلم نهاردة عن ديوان انتباه يا مصر للشاعرة فاطمة المرسي أستاذة فاطمة المرسي تولدت وتربت في مصر لكنها هجرت للولايات المتحدة الأمريكية مع بداية التمانينات والديوان مقسوم لجزءين جزء قبل ثورة 25 يناير وجزء الأكبر بعد الثورة نهاردة هنتكلم عنه هنسمع بعض أجزاء الديوان من أستاذة فاطمة المرسي صباح الخير أهلا بعضيك معي أستاذ فاطمة حضرتك هجرتي لأمريكا مع بداية التمانينات يعني منتكلم في حوالي 30 سنة مع مجتمع مختلف تماما مع ثقافة مختلفة تماما تأثيرها كان إيه عليه؟ تأثيرها طبعا جيد لا شك لكن بيزيد عند المغترب الحنين للوطن وبيفضل طوله أمره حاسس أنه هو زي اللي مقسوم نصين نص في المجتمع اللي هو عايش فيه ونص مع الوطن اللي هو تركه يعني لكن كل ما كان الإنسان بيرجع لمصر أو كل ما كنت برجع أجازة لمصر كنت بحس أنه في حاجة غلط لأنه مش هي دي مصر بلدنا كل مرة كانت بتفقد جزء من جمالياتها من تقدمها كانت دايما للخلف مش للأمام وده اللي كان بيخلي الواحد يستمر فعلا في أنه يرجع تاني ويرجع تاني حالك بتيجي مصر أو بتزوري مصر كل قد؟ كل سنة يعني مش أكتر من سنة ما كنتش أقدر يعني ما بتغبيش أكتر من سنة وبتلاحظي الفرق الكبير ده في سنة واحدة من سنة للتانية من أول ما تنزلي المطار بتحسي أنه في حاجة غلط بعد ثورة يناير زورتي مصر ولا استقريتي؟ أنا جيت أجازة قبل الثورة تقريبا بشهرين وكنت لسا ما زلت في الأجازة وقامت الثورة نحظ نحظي طبعا أن أنا كان ليا شرف المشاركة في الثورة وطبعا بعديها زورت أمريكا يعني أنا جيت أول عيد الأضحى على طول من أمريكا فكانت دي أول زيارة لأمريكا بعد الثورة وبقول زيارة لأن أنا حابة كده أستقر في مصر خلاص طريقة يعني هروح بقى كان الأول زيارات لمصر وإقامة في أمريكا دلوقتي عايزة أعمل العكس أنه إقامة في مصر وزيارات لأمريكا انتباهه يا مصر ترتيبه الكام بين دواوين هو ترتيبه كتابة يعتبر الثالث لكن طباعة يعتبر الأول لأنه أنا يعني شفت أن الأولوية لديوان انتباه يا مصر بما أنه هو بيتكلم عن الثورة فهو كانش ينفع تأجيله أو التسلسل حسب تواريخ الكتابة للقصائد يعني هما الزيوان فيه 45 قصيدة 15 منهم قبل الثورة آه 15 قبل الثورة فيه جزء تكتب في أمريكا وجزء تكتب في مصر برضو قبل الثورة قبل الثورة طب نقدر نسمع جزء منه آه قصيدة من قبل الثورة من قبل الثورة أوكي هقول قصيدة بعنوان ضمة وطن وانت غريب في بلاد الغرب أول ما بتصحى من النوم من غير ما تحس عينك تحضن قرص الشمس وكأن عيونك على وطنك شبابيك وتحس في عز الحر إنك بردان وفي عز البرد إنك واخده في حضنك نفسك مرة يضمك وطنك لما فرحت بتحقيق حلمك لقيته كبوس كاتم على نفسك وبيفرم عظمك مع لحمك ومع علمك ضيعة ومحدش عارفك غير نفسك كائن مرسوم على صورة تواريخ وشوية أرقام ممسوحة مع علمك بهتت في عينيك الألوان بتطالب بزيادة في جرعات الهم ما هو أصل الهم دواك من صغرك صابك إدمان والهم البلدي أصيل مصنوع بضمير كل ما تاخد منه يزيد متوفر على كل الأشكال مع إنه كتير لكن ممنوع بالتصدير علشان نفضل حسين بأمان جميل قوي بس واضح قوي إن القصيدة فيها نوع من الشجن أو النستالجيا ما هو البعد عن الوطن هو اللي بيخلق هذا الإحساس بالشجن والحنين الدائم مع تراكم فبيعمل زي شحنة من الحب المتدفق للوطن يعني يقولك إنه الغريب بينسى بلده لا بالعكس أنا بحس إن اللي بيتغرب عن بلده بيحبها أكتر من اللي عايش فيها بيشوفها من بعيد بيشوفها من بعيد وبيحس إنه محروم منها فالحرمان نفسه بيولد طاقة حب هائلة يعني ولذلك اللي بيتجاوز واحدة ما بيحبها بيحسن نفس الحكاية ليه خطرتي إن الجزء الأكبر من الديوان يبقى بعد الثورة؟ هو أنا ما اخترتش هو كانت داعيات الثورة إن أنا تقريباً كنت باكتب في اليوم قصيدة أو ممراتي اتنين ومرات تلاتة فأنا ما حاولتش برضو أزود بعد الثورة لقبل الثورة عشان الديوان ما يكبرش أكتر من كده 45 قصيدة يعني عدد مش بطال وفي نفس الوقت كنت حريصة إن أنا أنشر كل حاجة كتبتها خلال الثورة الديوان مكتوب بالعمية بس مش عمية بسيطة يعني عمية برضو فيها رقية ده مقصود وليه مهم ليه ما فكرتش تكتبي بالفصحة؟ هو الحقيقة أنا ليه كتابات بالفصحة لم تنشر بس أنا بقول إنه في المناسبات اللي بتبقى فيها روح الشعب والحماس بتبقى أكتر قرباً من الناس اللحجة العمية فأنا ده كان إحساسي إن أنا عايزة أكتب بلغة الشعب بلغة الناس اللي هي خرجت في الثورة واللي هي فرحانة إنه دي اللغة القريبة من قلوبهم وأنا عادة ما بحبش أتوغل في العمية في كتاباتي علشان تكون أيضاً قريبة من القارئ العربي ما تبقاش يعني المفردات المصرية المصرية اللي قوي يعني شاركتي في ثورة يناير وقلت موجودة وروح في الميدان وقلت قصيدة هناك الوحيدة اللي أنا كتبتها وأنا في الميدان وكان لي الحظ إن أنا لقيت دور وقلتها على برضو على منصة في الميدان ممكن نسمع جزء منها؟ هي قصيدة بعنوان مدينة الحرية المحاصرة وده الإسم اللي أنا أطلقته على الميدان لما رحت وشفت قدي إيه الشباب منظمين وقدي إيه في تفتيش حسيت إن أنا دخل دولة تانية فهي فعلاً كانت دولة الحرية المحاصرة أو مدينة الحرية المحاصرة بتقول اكتب وسجل يا ميدان إشهد على كل اللي كان اللي أيد واللي دان اللي خرب واللي صان اللي دافع عن حقوقنا واللي وقت الشدبان يا ميدان تحررنا إشهد مين أتل فينا الأمان قل لنا فين الحقيقة قل لنا مين اللي خان يا ميدان تحررنا صامد دين علينا المصر واجب نسألك وانت تجاود مين عليه الدمهان ده جزء منها وقت الثورة انتقبت في النظام السابق بالوقت لو كتبت في قصيدة جديدة هتنتقديني لو هكتب النهاردة هنتقد التضارب اللي حاصل بين ميدان وميدان وفعلاً أنا عاملة قصيدة بالمعنى ده هنتقد الناس اللي مش قلوبها على مصر هنتقد الناس اللي مش مبهورة بالثورة زي ما أنا بشوف الانبهار بالثورة في خارج مصر وخاصة طبعاً في الولايات المتحدة اللي أنا بروحها كتير ومحتكب بالناس فيها مبهورين جداً سواء كان أمريكان أو جاليات عربية أخرى هنتقد كمان الفوضى اللي حصله في الشوارع وفي الأمن وأيضاً في مستوى النظافة اللي حاصل في البلد هنتقد الوضع العام مش شخص بعين لا لا الوضع مش هنتقد شخص بعينه يعني أكيد كل وضع وراه شخص مسؤول هيكون هو عارف نفسه يعني ديونة تم ترجمته للغة الإنجليزية حدرتك اللي ترجم فيه ولا حد تاني؟ لا لا تم ترجمته في مكان متخصص للترجمة في أمريكا طيب يعني إحنا هنشوفه في معرض الكتاب ولا؟ لا إن شاء الله إن شاء الله هو ده الطبعة التانية وإن شاء الله هينزل في المعرض بعد الثورة معظم القصايد فيها بقى حماس وانفعال مختلف عن الجزء الأول من الزوان خلينا الأول نقرى جزء منه وبعدين نعلق عليه من ما بعد الثورة من ما بعد الثورة هقرى قصيدة أنا الحقيقة بحبها اسمها حلمك يا شيخ عشوب وعشوب هو كان الماكير بتاع الرئيس السابق محمد حسنين بار القصيدة بتقول حلمك يا شيخ عشوب في الأصل كان مقلوب داريت كتير تجعيد ملامحها رفضة توب خبيتش رخ في جدار لكن الأساس مع توب اللي بنيته نهار في صفر كان مضروب حلته شوش أشكال بشعتها سكنة قلوب شياطين في توب إنسان بيطوفوا حول العرش العرش كان مش عرش ميت وراكب نعش تعلب وكان مكار وفي ديله كام مليار يرمين في الأزمات ويبتسم في الوش لهيفه كان بياع باية حطان البيت ميت صباق بفهات ولا مرة يوم قال خد ولا عمره كان بيهش عاش الوطن منهوب عشوب نسي الألوان نام الصنم عريان فجأة ظهر شيطان رجموه عيال بالطوب جميلة جداً بعد الثورة متفألة؟ آه طبعاً جداً متفألة جداً الثورة دي كانت حلم على فكرة يعني واللي حصل أو اللي حققته الثورة مازال بالنسبة لي على الأقل هو حلم إن انت تلاقي حكومة بأكملها وراء القطبان إن انت تلاقي رئيس عربي اللي إحلى قصة واخدين فكرة إن الرؤساء العرب لا يموتون رئيس عربي وراء القطبان في المحكمة وبينادى باسمه المجرد ويقول موجود ده إنجاز وخيال وحلم هتنتقضي الوضع على العام دلوقتي الوضع على العام ده مش قالتك؟ لا حسنا مصر هتعدي لأزرندي وحقوم دي هتعدي إن شاء الله يعني هتخد لها كم سنة مرمطة كده وده الطبيعي ده الطبيعي لأنه دي ثورة دي ثورة اللي بيغير دي كور بيته وبيقلب الدنيا ما ناس كتير فكرة إن الثورة بتغير بلد فيهم لا الثورة مش مصباحة على الدين كن فيكون هات يا باب هات كباب الثورة دي يعني تغيير كامل وشامل في النظام استمر 30 سنة وأكتر كمان يعني تداعيات ما قبل الثلاثين وتراكمت مع الثلاثين وما زالت فلازم الناس يكون عندها صبر ومش صبر اللي هو التواكل لا صبر اللي هو العمل إن احنا بدل ما نطلع ونتظاهر ونعمل لازم نعمل مع المطالبة برضو بالاستمرار في تحقيق أهداف الثورة وانا عايزة انتقد برضو بالمناسبة المنظر الحالي لميدان التحرير منظر ما يصرش أبدا يعني فيه سياح بتيجي من دول أجنبية ومن دول عربية بس علشان تشوف ميدان التحرير بنروح منلاقي بيعين بطاطا وبيعين مش عفق إيه وناس حط الكراسي وبيبيعوا شاي المفروض المسؤولين يحافظوا على منظر الميدان كمزار كمزار له تاريخه يعني لا وحصل أعمال عنف كتير جدا نتيجة الباعة جائلين بالضبط كده ويمكن هما اللي بيعملوا بلطاجة علشان يستمروا في المكان ده حركة توقعي اليوم 25 يناير أول ذكرى اللي ثورة 25 والله أنا متفألة جدا إنه إن شاء الله هيبقى يعني ثورة جديدة سلمية برضو يعني مش ثورة فيها عنف وحاجات من دي وهو هيبقى عرس مصري كبير جدا أنا متفألة جدا إن شاء الله إن اليوم ده هيخيب كل زنون الناس اللي بتقول هيحصل وهيحرق وهيدرب وهيكسر لأ إن شاء الله مش كده الشعب المصري أوعى من كده بكتير مطالب ثورة يناير الأساسية هترجع تصحى مرة تانية؟ هي صحية هي موجودة محدش عد خلاص الدمعة اللي بتنزل ملعين ما بترجعش تاني فالناس كلها بقت خلاص هعجز الخوف تكسر الناس بقت عارفة هي عايزة إيه ومطالبها بسيطة جدا إن المواطن يعيش بكرامة في وطنه يتمتع بحقوقه كاملة وعائد بلده أو خير بلده يكون ليه مش لفئة معينة ودي حاجات مشروع على مستوى الأسرة على مستوى الدولة دي حاجات مشروع رأيك إيه في نتائج الانتخابات القرلمانية؟ والله هو يعني فيه أقويل تقال إنه حصل تزوير إنه حصل كذا أولا كبداية الانتخابات في مصر هي طفل يحبو والطفل لما يحبو يقع ويحبو يقع من لومش عليه فالمفروض إن دي تبقى بداية كلنا نشيط بيها بسلبيتها علشان دي خطوة أولى للأصل الديمقراطية دي ممارسة مش برضو كن فيكون نهاردة فيه أخطاء المرة الجاية أحسن المرة الجاية وهكذا حتى نصبح دولة ديمقراطية بالفعل يعني نقول الديمقراطية دي بالتجربة؟ طبعا ممارسة بناخد من الخبرات الكبرة ونقلدها بناخد من الخبرات الآخرين وأيضا لازم نمارسها والممارسة هي العملي يعني الواحد لما بياخد كتاب بيقرأ نظريا وبعدين بيطبق عمليا فبيحصل أخطاء لابد في التطبيق العملي يحصل أخطاء بتتلافى أو بيتم تلاشيها مرة بعد مرة بعد مرة وهكذا بس طبعا يكفي مصر فخرا إن هي عاشت عرص ديمقراطي بكل فئات الشعب إيه أكتر قصيدة قريبة منك من انتباه يا مصر؟ والله هقولي كلهم قريبين مني يعني ما قدرش أفضل قصيدة عن قصيدة طب إيه حابة تقوليها لنا دلو طب أنا ممكن أقول حاجة من الديوان الجديد طب نتكلم على الديوان الجديد في ديوان بعد انتباه يا مصر في ديوان اسمه مولد السيدة مصر وهو طبعا بمناسبة الزكرة الزكرة الأولى الزكرة الأولى أو ميلاد تاريخ ميلاد الأول للثورة وإن شاء الله يعني يلاقي قبول وأعجاب ده نقدر نقول تكملة لمصر بعد آه هو يعني هنقول انتباه يا مصر هو برصد مشاهد خلال الثورة مولد السيدة مصر هو المشاهد فيما بعد الثورة وإلى واحد يعني تقدر تقولي غضة إلى 31 ديسم ليه قلت انتباه يا مصر انتباه لإيه انتباه لما قبل للأخطاء وللي جاي يعني هي الثورة مفروض مش مرحلة وتعدي مفروض نفضل سائرين على أنفسنا على أخطاءنا على أي خطأ نشوفه المفروض الإنسان يبقى فيه جواه ثورة اللي هي منقول عليها الضمير الحي هي دي الثورة فإفضل منتبه ومصر انتباه يا مصر مصر الشجر مصر الأرض مصر الناس مصر كل حاجة مولد السيدة مصر بتكلم عن ايه يعني طبعا مصر بعد الثورة بس ايه اللي بتركزي عليه فيه بركز عليه انه انتقاد برضو المشاهد السلبية اللي حصلت خلال الفترة دي وقصيدة مولد السيدة مصر اللي هي بتصور يعني تقريبا بتصور مشهد ميلاد مصر في ميدان التحريق بس يعني مولد السيدة مصر فيها تفاقل طبعا طبعا أنا متفاقلة جدا جدا من أول يوم قامت فيه الثورة أنا متفاقلة صحيح تخضينا جدا وقت موقعات الجمل وحرق المتحف ومش عارف ايه ده كانت يعني رعب بالنسبة لنا على مصر لكن التفاقل كان موجود انه ان شاء الله ان شاء الله السورة هتحقق أدافها وده ميلاد جديد لمصر واللي بيتولد ما بيرجعش بطنهم متاني اكيد هنسمع ايه منه ممكن نسمع حاجة كده عن الاوضاع الانتقاد للأوضاع الحالية وبعد كده ممكن أختم بقصيدة مولد السيدة مصر اتفضل قصيدة بعنوان جمعة الحيرة متيجو نفضها سيرة وننسى القصة والسيرة ونقعد في البيوت من الخوف نحرم نشتك القابض لقابض غيره كان قابض على روحنا فكان لازم يعلمنا فنون الضربة على المكشوف ساعات يضرب ساعات يجمع ساعات يطرح بشكل مخيف ساعات نسمع كلام منسوخ كلام منسوخ عن الآخر وتاه الحق والباطل لشعب عن الوطن عاطل وأشباح ديرة في الميادين بدرب الطوب وبالملوتوف أنا الضارب أنا المضروب أنا المهاين وأنا المتهان وأنا المقسوم على نفسي وتايه بين ميدان وميدان ومين كسبان ومين خسران ومين كسبان ومين خسران ومين اللي تسجن فينا في ديرة كبيرة ملهاش باب ولا أعتاب ولا مفاتيح لقلب صريح ولا أعتاب ولا مفاتيح لقلب صريح وابن الأمة مش ملهوف على اللمة ولا الأنساب ولا الجيرة ما تيجو نفضها سيرة وننسى القصة والسيرة على الله نجيب من الآخر ونمشي بس في مسيرة لكن صمتة مسيرة خليا من الإحساس وخليا من النفس والناس نكملها بصوت من حاش وقلب نداس نبصل بعدنا فيها بصمت رهيب نلون وشنا فيها بشكل غريب ما حدش عارف التاني ما حدش شايف التاني من الآخر ما عادش على الوطن غيرة ما تيجو نفضها سيرة ما تيجو نخترع جمعة ونمشي كلنا فيها وننسى الدنيا بما فيها ونختم فيها أيامنا وتبقى جمعة الحيرة زعلانا من الانقسام اللي حصل طبعا طبعا أكيد يعني حاجة لا يتمنها أي محب لمصر خلينا يعني لأن احنا مضطرين للأسف نختم خلينا نسمع جزء خاني من الزيوان الجديد هنختم بقى دلوقتي إن شاء الله كده بمولد السيدة مصر مولد السيدة مصر اسحى خلاص يا حج زين رفعوا الأدان وكفاية نايم من سنين يعني انت جاي من البلد علشان تنام ما عادش تفرق مين مصلي ومين إمام ومصلي بينا ركعتين ونخدها كعابي كده لحد الحسين يا دوب نصلي الظهر فرحاب الحفيد أصليل طريق ما بقاش بعيد هنكمل المشوار ونمشي للمدان ناخد مدد ونبص في عيون الولاد نشرب أمل بينك وبين الحلم ييجي خطوتين يا حك زين طوف المكان سبعة ونادي يقول مدد يا ست مصر يا طيبة علو مقامك في المدان من غير ضريح في موكبك مشيت جميع الأضرحة والأجنحة طير سماك من الفرح دخل الجموع من كل باب شد الرحال والكل واقف على العتب نفسه يكون هو الزبيح ابن الزبيح من غير قدح مولد وأصحابه هنا ليلهم نهرهم صهرانين وتوحدوا بنته وولد كرامات كتير ملهش عدد وصلت حدود المعجزات النيل رجع للأهرامات وياسين على أديكة ولد وقالوا أتباعك أحد طلقوا البخور خايفين عليك من الحسد وانت اللي مسك الصولجان ركبة على كتاف الزمن جاية برحتك من الأزل رايحة على حدود الأبد وقفة في وش الريح ووتد وتلملمت كل السحب نصبت خيام فوق الحشد كلها متجمع وما فيش مكان حطت أدم وما فيش عيال بالتوه هنا حضنك وطن وملايكة حملين الريات اسمك على جبنهم نطق جيدك حرير والتاج يقوت واللي يحاول يخدشك تحت السنابك يتعدم لازم يموت يا حاجزين اصحى بقى وكفايا نوم الست موكبها وصل يلا بسرعة اقول مدد يا ست مصر يا طيبة يا ست مصر يا طيبة انت وما فيش بعدك مدد جميل ألف مبروك على انتباه يا مصر ومبروك كمان على مولد السيدة مصر والشعارة فاطمة المرسي فاشكرك جدا على وجودك معينا النهار اشكرك واشكر جميع السادة المشاهدين واشكر برنامج نهارك سعيد واشكر حديتك واشكر كل المشاهدين لتابعونا النهاردة بكرة ان شاء الله معينا يوم جديد وفريق عمل جديد ونهارك سعيد ترجمة نانسي قنقر